خلال محاضرة النهاردة هنعمل تصميم للباس بتاعت الروبوت واول لينك واللينك ده واللينك دوت دلوقت هنبتدي التصميم قعدة الروبوت واول ثلاث لينكات فهنبدأ بالباس هنقول نيو بارت بعد كده اوكي هنروح على الطوب بلين وهنعمل اكستروت هنيجي على الريكتانجل وهنختار السنتر ريكتانجل وهنرسمه في البيز بحيث ان الديمنشن بتاعتنا هتبقى عبارة عن 200 ميلي في 200 ميلي هنعمل اجزت سكتش وهنخلي ان الديبس بتاعنا يبقى بخمستاشر ملي متر وهنقول انتر وبعد كده اوكي هنختار السطح اللي فوق وهنعمل نورمل تو وهنيجي على فيتشر هنعمل اكستروت على السطح دوت وهنرسم دايرة في السنتر بكتر مية واربعين ملي متر هنقول اجزت سكتش وهنيجي على الشكل دوت هنخليه ترايو مترك وهنخليها مثلا تسعين ملي متر وهنقول اوكي هننجي بعد كده على السطح اللي فوق هنعمل cut extrude او extruded cut وهنختار offset وهنخليه يبقى reverse وبدل ما هو 10 ملي متر سنخليه 5 ملي متر وهنقول انتر وهنقول اوكي وبعد كده نعمل exit sketch وهنخلي عمق الاكستروت بتاعنا هيبقى عبارة عن 5 او 3 ملي متر وهنقول اوكي هنختار ال ride plane وهنرسم فيه زي بوكس عبارة مثلا عن control unit وعن power supply بتاع السيستم هنقول normal 2 هنختار المستطيل العادي وهنرسم المستطيل بتاعنا بحيث ان الابعاد بتاعته هتبقى مثلا 38 في مثلا 85 وبعدين نعايز البعد من هنا ال center دوت لحد هنا يبقى عبارة مثلا عن 42 ونص يبقى في النص وكمان عايز البعد من هنا لحد هنا يبقى عبارة مثلا عن 40 هنقول exit sketch وعلشان نشوف الاكستروت بتاعنا هنعلم عن المستطيل وهنختاره في الشكل الطريمتريك وهنقول مثلا ان احنا عايزينه يبقى اكستروت بـ 80 ملي متر او بـ 100 ملي متر وهنقول enter وأوكي الخطوة الاخيرة ان احنا في العادة نحتاج نثبت القاعدة بتاعت الروبوت ديت في الارض فهنحط مجموعة مصامير بحيث ان هي تثبت ال base بتاع الروبوت فهنيجي على ال whole wizard هنختار الكاونتر بور اللي هي اول واحدة بـ size m6 وهنخليه through all وبعدين عايزين نحدد ال position بتاع المصامير دي فهنختار السطح دوت وبعدين هنعمل normal to ونبتدي نحدد اماكن المصامير هنحط المصامير مثلا بطريقة عشوائية وبعدين نحدد لها dimension كده انا حطيت المصامير بتاعتي ابتدي حدد ال smart dimension فقول ان انا اعايز المسافة من هنا لحد هنا. تبقى مثلا بـ 13. وعايز المسافة من هنا لحد هنا تبقى كذلك برضو بتلاتشة. وعايزين ان المسافة من هنا لحد هنا تبقى 87 زي ما هي موجودة كده وكذلك المسافة من هنا لحد هنا. والمسافة من النقطة دي للنقطة دي بسبعة وتمانين. ومن النقطة دي للنقطة دي بسبعة وتمانين. هنرغل ونحدد بقية النقطة عن طريق الريليشنز. نقول ان العلاقة ما بين النقطة دي والنقطة دي وكذلك النقطة دي هي عبارة عن والعلاقة ما بين النقطة دي والنقطة دي هي عبارة عن وكذلك الحال هنا. وهنعلم على وزا بصينا على الشكل بتاعنا بعد ما خلص في شكل مثلا تراي متريك. هنلاقيه بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنيجي على فايل وبعد كده سيف از وروبوت اندرسكور بيز. وهنقول سيف. هنبتدي بقى نرسم اللينك الاولاني في الروبوت. فهنيجي على طوب بلين. وهنروح على اكستروت. وهنختار السيركل. وهنيجي عند السنتر. هنرسم دايرة بسمارت ديمانشن مية واربعين ملي متر. وهنقول اوكي. هنقول اجزت سكتش. وبعد كده هنعمل اكستروت بمسافة خمستاشر ملي متر. وهنقول اوكي. هنيجي على السطح اللي تحت بتاع الروبوت. وبعد كده هنعمل سكتش. بدايرة. وهنقول نورمال تو. نرسم الدائرة بتاعتنا. بحيث ان القطر بتاعها هيبقى مية وثلاثين ملي متر. هنقول اوكي. وبعد كده هنروح على فيتشر. وبعد كده نقول اكستروت. هنخليها بمسافة 3 ملي متر. وهنقول اوكي. هنختار الفرونت بلين. وهنقول نورمال تو. وهنرسم عليه سكتش زي ما احنا شايفين دلوقت. هنختار دوت. وهنرسم اي سكتش بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. بعد كده هنيجي كده ونرجع تاني. فهيبتدي يعمل لنا ايه شكل الارك. وبكده يبقى نهينا اللي سكتش. نبتدي بقى نحط له الديمينشن بتاعي. هنخلي الديمينشن من هنا لحد هنا. بخمسة وعشرين ملي متر. والديمينشن كذلك من النقطة دي. لحد مثلا النقطة دي. هنخليها بسبعة ملي متر. كترة دايرة ديت بتاعتنا. نقول مثلا بخمسة واربعين ملي. والمسافة دي. هنخليها مثلا. بخمسة وخمسين ملي. والمسافة ديت. هنخليها مثلا بسبعة وستين ملي. وعايزين نحدد علاقة للدايرة ديت مع الخط ده. فنلغي السمارت ديمينشن وهنعلم على الدايرة ديت. ونعلم على الخط دوت معها كنترول. وهنقول ان احنا عايزينهم يبقوا تانجنت. بكده نبقى خلصنا رسم الشكل دوت. وممكن نعمل exit sketch. وهنحول الشكل بالطريقة دوت. ونعلم على sketch بتاعنا ونروح على feature ونعمل extrude. وهنختار mid plane. وهنخليه 10 ملي متر. وهنقول اوكي. هنبتدي بقى نحط اماكن المواتير. فيه ستيبر موتر هيبقى هنا. وفيه ستيبر موتر هيبقى في الناحية دي. فاول حاجة هنعلم على الشكل دوت. وهنقول normal 2. ونبتدي نرسم الموتر بتاعنا الاولاني. هنيجي على hall wizard. بعد كده هنختار لل straight tab. الجزء دوت. وهنختار m5o.8. وبعد كده هنيجي. هنختار 10 ملي متر. وبعد كده هنروح على position. وهنحط اربع مصامير. وهنحدد لها. المسافة بتاعتنا من هنا لحد هنا كانت ب74 ملي متر. از احنا فاكرين. او ب47 ملي متر. والمسافة من هنا لحد هنا كانت ب47 ملي متر. والنقطة الباقية هنقول ان النقطة دي هي عبارة عن في علاقة افقية وهنا النقطة دي والنقطة دي نفس القصة هوريزنتل. والنقطة دي مع النقطة دي vertical. والنقطة دي مع النقطة دي vertical. وهنقول ان المسافة من هنا لهنا مبارة عن 23.5. والمسافة من النقطة دي للنقطة دي ب23.5. وهنقول اوكي. هنبتدي نعمل extruded cut. للشافت بتاع الموتور. هنيجي هناخد السيركل. وهنرسم في السنتر بتاعنا. وهندي له سمارت ديمينشن مسلا. ب7 ملي متر. وهنقول اوكي. بعدين هنعمل اجزت سكتش. وهنقول سرو اول. وهنقول اوكي. هنرجع تاني على الشكل دوت. هنعدل فيه تعديل بسيط. هنقول ايدت. وهنخلي المسافة دي بدل ما هي 25. مثلا هنخليها 35. وهنقول اجزت سكتش. حيث انها ما تضيقش الستبر موتور هنا. عندنا الاستبر موتور ده هيحرك اللينك الاولاني. وفيه لينك تاني هيبقى مربوط باللينك دوت. بالجزء ده. فاحنا عايزين نحط استبر موتور هنا. مش لازم نقعد نرسمه خطوة بخطوة. فممكن نعلم على الجزئين دول. اللي هم بتوع الاكسترود اللي احنا عملناهم. وندوس كنترول ونسحابهم نحطوه مع السطح. فهنقول ديليت. كده هيخلي لك المكان بتاع الاستبر موتور زي ما احنا شايفين. وبكده نكون الرسمنا اللينك الاولاني. نقول file. save as. بعد كده هنسميه robot underscore link one. هنقول save. هنقول new. بعد كده نقول اوكي. وهنختار الفرونت بلين. وهنقول normal two. بعد كده هنقول sketch. وهنرسم دايرتين. هنرسم واحدة عند center هنا. والتانية في اي مكان. هنقول ان dimension بتاعت الاولانية. هي عبارة عن 85 ملي متر. والdimension بتاعت التانية. هي عبارة عن 65 ملي متر. وهنختار line. وبعدل ما هو line هنختار center line. وهنوصل النقطة دي بالسنتر اللي هنا. وبعد كده هنبتدي نحدد smart dimension لها. وهنقول ان المسافة ما بينهم هي عبارة عن 210 ملي متر. هنروح على three point arc. وهنبتدي عند النقطة ديت. وهنقول مسلا ان احنا عايزين ننتهي عند النقطة ديت. بالشكل ده. وبعد كده هنيجي عند النقطة ديت. وهنقول ان احنا عايزين ننتهي عند النقطة دي. مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنبتدي نفترض ان احنا عايزين نحدد العلاقة. ما بين الارك دوت والدائرة ديت. ان هما مسلا هيبقوا. عبارة عن tangent. وهنبتدي نسحب النقطة ديت. بالشكل ده. بحيس ان احنا ايه. ندي لها حابة smooth شوية. وهنفترض ان احنا عايزينها بالشكل ده. هنروح بعد كده على mirror entities. هنعلم عن النقطتين ديت. وهنقول ان احنا عايزين نعمل لهم mirror حوالين الاكسس ده. فيزهروا في الناحية التانية. وبعد كده هنيجي على term. هنشيل الاجزاء الزيادة. وهنقول اوكي. وبكده يبقى خلصنا اللي sketch. نقدر نعمل له extrude. feature بعد كده extrude. فهنقول مسلا ان احنا عايزين نعمل له extrude بعشرين ملي متر. وعايزين draft angle بتاعتنا تبقى مسلا. باربعت عشر درجة. بحيس ان ايه? ان هو دوت بيبقى عبارة عن قزء مصبوب. بحيس ان احنا نعرف ان يشيله من الصبة بتاعته بسهولة. فنقدر نقول اوكي. وهتلاقيه بقى بالشكل دوت. بحيس مسلا ان ازا احنا حبينا نشوف هو هيبقى شكله عامل ازاي. فازا قلنا مسلا على top. هتلاقيه بقى فيه منحنة رايح من السطح الاولاني للسطح التاني. وبعد كده ممكن نقول file و save as robot underscore link to. ونقول save. نقول new. part و اوكي. هنختار الفرونت بلين. وهنقول extrude. نرسم دايرة. نقول مسلا كترها ستين مليمتر. نقول enter. بعد كده نقول اوكي. هنقول exit sketch. وهنخلي العمق بتاعها بتين مليمتر. هنعلم على السطح دوت. وبعد كده هنعمل sketch. وهنقول normal to. وهنبتدي نرسم مستطيل. هنيجي من عند النقطة ديت. وهنرسم المستطيل بتاعنا. بحيث ان الdimension بتاعتنا هتبقى مثلا عشرة مليمتر. والطول بتاعنا هيبقى مثلا مية وعشرة. وهنقول exit sketch. هنعلم على feature بعد كده extrude. المستطيل بتاعنا. هنيجي على try metric. علشان نشوف شكله وعمل ازاي. احنا عايزانها في reverse side. فهنعلم هنا. هيبقى في reverse direction. وعايزانها مثلا تبقى ب 90 مليمتر. وهنقول اوكي. ادي الشكل بتاعنا. هنيجي على السيرفس دوت. وهنعمل عليه sketch. هنقول normal to. بعد كده هنروح على sketch. وهنرسم عليه دايرة. بعد كده هنقول smart dimension. عايزين الدايرة دية تبقى 60 مليمتر. وعايزين الdimension بتبقى من هنا مسلا لحد هنا. بتبقى عبارة عن 50 مليمتر. وعايزين برضو ان الدايرة دية تبقى tangent مع الخط ده. بعدين هنقول exit sketch. وهنعمل extrude. extrude. في الاتجاه المعاكس. بعشرة مليمتر. وهنقول اوكي. هنيجي على الدارة دي مثلا وهنرسم عليها الأجزاء بتاع التسبيت اللي استيبر موتر. فهنقول extrude. extruded cut. وهنقول normal to. وهنبتدي نرسم عليها أربع دواير. وهنقول ان الدايرة ديت باربع ملي. دي. والدايرة دي. اربعة. وهنرسم دايرة كمان. اللي هي بتاعة الشفت بتاع الموتور. وهندي اسمارت دايمينشن. ستة مليمتر. بعد كده نقول ان المسافة من هنا ل هنا. عبارة عن 15.5. والمسافة من هنا. هي عبارة برضو عن 15.5. والمسافة من هنا لحد هنا كانت ب 31. بعد كده هنزهر. الاحسس وهنقول ان النقطة ديت. مع النقطة دي. هي عبارة عن ان هما في نفس المكان. وبعد كده هنقول exit sketch. وهنقول through all. نفس القصة هناخد الكلام ده. وهندوس على control. وهنحطهم على السطح دوت. وهنقول delete. ونبدأ نحدد dimension لهم. نعمل edit. وهنعلم عن النقطة دي. والنقطة ديت. ونقول ان هما منطبقين على بعض. ونقول exit sketch. وبعدين هنخلينا نشوف الشكل في ال isometric. وهنقول مثلا ان احنا عايزين نعمل fillet. للسطح دوت. بمثلا ب40. وهنقول ok. وهنقول كمان ان احنا عايزين نعمل fillet. للسطح دوت. ب3 ملي متر. وهنقول ok. وهيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس ونقول file save as. robot link 3.